موسيقى 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 في مكان بارز للناس ليصل إليه كل واحد ويستحب له أن يكون في الموضع واسعا أو يكون الموضع واسعا لأن يلحقه الملل والضجر من ضيقه في المنعه من توفر الاجتهاد المهم أن كل ما يشوش على عقله وعلى فكره وعلى ذهنه عندما تأتيه المسائل ليفصل فيها لابد من قطعها لأن التخاصم والتناسع يحتاج فيه المر أن يكون يحتاج فيه المر أن يكون أن يكون يعني ذا بصر نافذ وعقل وانقدح زهن من أجل أن يفصل فيه الخصومة ويستحب له يكون بقربه ما يتأذى به من دخان أو رائحة منتلة رمى أشباهه لما روي أن عمر بن خطاب ودلو عمرضاء كتب إلى بموسى رشعري إياك والقلق والضجر لأنها تشوش على العقل والخاطر ولذلك لا يستطيع المر أن يفصل بين المسائل وهذه الأشياء تفضي إلى الضجر وتمنع الحاكم من التوفر على الاجتهاد وتمنع الخصوم من استفاء الحجة فإن حكم في هذا الموضوع المكرهة صح حكمه ما دام بإرادته وقواه كما صح في الله طب فرعون ويكره للقادي أن يجلس في المسجد للحكم وبه قال عمر بن المسيب طبعاً لتعظيم شعائل الله في المسائل ما بنيت لذلك لأنه ستعلو الأصوات وتكون الخصومة ويكون فيها ما فيها كما قلنا من اللغة ومن الخطأ خطأ المتخاصم على أخيه في هذا المب تعلمون عند الخصومة قد يحدث ما يحدث والمسجد يجل عن ذلك قال الشعب المالك وحمد أسحاق لا يكره عن أبي حنيف الوارتان محدهما يكره وثانيا لا يكره إلا في المسجد الأعظم دليل ما روى معاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساديدكم أصبي أنكم وجنينكم ورفع أصواتكم وخصومتكم وحدودكم وسلس يفركم وبيعكم وشراطكم وهذا حجز ضعيف حجز لم يصح وكان المعنى فيه صحيح ورغي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل ينشد ضلته في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدته بل في رؤية قال لا رد الله عليك ضلتك إنما بنيت المساجد لذكر الله جل في علا وأنه قد يكون في الخصومة لم يكون اللبث في المسجد كالجنب والحائض وغير ذلك فإنه ممنوع من دخول المسجد ممنوع من المكت في المسجد وأنه بيح له للضرورة المرور فقط ولأنه في الخصومة قد يكون الكذب والبهتان وأيضاً قد يكون التشاتم وما يكون التنافس بالألقاب وكل ذلك لا يصلح أن يكون في المسجد فإن دخل الحاكم المسجد للصلاة أو لأتكاف أو كان ينتظر للصلاة فحضر خصوم لم يكره له أن يحكوا بينهم المهروية أن عمر المخطاب ردنا أرضاه حكم بين الناس في المسجد أيضاً حدث ابن أبي حضرد وكعب بن مالك تعالت أصواتهما والسلام كشف السطار سطار الحجرة كشف السطار ثم قال ما لك فقال كعب حق يا رسول الله فقال أنضع الشطر قال فعلت فقال الله والسلام قم فقدي عليكم السلام وبركاته وروا الحسن قال دخلت مسجد المدينة فرأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد كوم كومة من حصر فوضع عليها رذاءه ونام فجاء سقاء سقاء ومعه قربة ومعه خصم له فتحكم عليه فجلس وقضى بينهما وقد جاء أن علي قضى في المسجد وانجلس الحاكم في بيته لغير الحكم وحضروا خصمان لم يكره له أن يحكم بينهما لموروية عن أم سلم رضي الله عنها ورضاه أنها قال تختصم رجلين من الأنصار في مواريث متقادمة فقضى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ورؤية أنه كان بين عمر بن خطاب وابي بن كعب خصوما في المواريث فأتى زيد بن ثابت في منزله ليحكم بينهما فقال زيد يا أمير المؤمنين لو أمرتني لأدبتك فقال عمر في بيته يؤتى الحكم ولا بيزء للغادي أن يحتجب عن أهل الخصومة لموروية أن النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون فاقته وحاجتهم احتجب الله دون حاجته وفاقته وفقري الله مغفر لنا يا رب العالمين ورؤية أن عمر ول سعد النبي وقاص قضاء الكوفة فقضى زمانا بلا حاجب ثم اتخذ حاجبا فعزل عمر الحاجب لأن الحاجب قد يكون فيها أهل المحابة حياة المنظمة يدخل هذا ويخرج هذا يقبل هذا ويأخر هذا وتكون مادة رشوة ولا يكره لمن أن يتخذ حاجبا لأن يكون ثقة أمينا لأن عمر وعثمان وعلي اتخذوا اتخذوا كل واحد منهم حاجبا ولأن موضع الحاج لنا ينظر في جميع المصالح ولا يستطيع أن يفعل كل شيء القاضي فالحاجب قد يستطيع يرتب الأوراق يكتبوا الدخول والخروج يكتبوا الترتيب أيضا يكتبوا الشكاية الشكاية التي أتت يرتب يرتبوا أوقات القاضي نعم ولله الحمد منه اللهم أتم علينا أربعان بزاق الله خير فرعا ويستحب للحاكم أن يتخذ سجنا لأن عمر بن الخطاب اتخذه واتخذ عليهم أطالب سجنا هذا للتعذير من باب التعذير أو من باب التأديب ولأنه قد يحتاج للتأديب والاستفاء الحق من المماطل الغني أستحب له أن يتخذ درة كما كان عمر يؤدب والدرة يضرب بها لأن عمر اتخذ الدرة وكان يدخل أسواق ويضرب بها مسألة إن تولى القاضي الكتاب بنفسه بين الناس جائزة وأن يتخذ كاتبا جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتب منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وروي عن زيد أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أتحسن السريانية فإن اليهود يكتبون إلي وما أحب أن يقف على كتبي كل أحد فقلت لها قال فأتعلمها قال فأتعلمتها في نصف شهر شيء همم راقية وكلها من أجل نصرة الدين وأن الحاكم يشتغل بالاجتهاد وتنفيذ الحكم وقد يحتاج إلى كاتب يكتبوا المحاضرات والسجلات فجازلوا اتخاذ الكاتب ومن شرط الكاتب أن يكون حافظا لأن لا يغلط وأن يكون ثقة لأن لا يزور وأنقل عليه سره وأخبار مجلسه فهو لا بد أن يعتني بمن يتخذه كاتبا له لأنه سيكون عينه وسيكون سمعه وبصل وهذه لا تكون إلا لمن واثق فيه ويكون نصحا أمينا أيضا ومشيرا عليه من شرط الكاتب أن يكون حافظا لأن لا يغلط كما قلنا ويستحب أن يكون فقيا ليعرف مواقع الألفاظ وفارغ بين الجائز والواجب ويستحب أن يكون فصيحا عالما بلغة الحصوم فاطنا متأقضا وأن يكون عفيفا نزيها حيث لا يجرونه بالهدايا أو بالعطايا وأن يشترط أن يكون مسلما أو لا يشترط فيه وجهان أحدهما يشترط الإسلام لقول تعالى يا أيها الذين أمانوا لا تتخذوا لعودة والنصارى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وقول تعالى لا تتخذوا عدوكم أولياء تكون عليهم بالمودة ورؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيعوا بنار المشركين عن برأي المشركين هذا حديث لا مصح وعندنا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أمانوا لا تتخذوا لعودة ما صار أولياء بعضنا أولياء بعض والله جل فعلها بينا بينا العداوة الضارية التي يضمرونها في سدورهم قال الله تعالى ولا ينبئك نثل خبير كفارا حسدا من عند أنفسهم قال وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا قالوا عضوا عليكم الأنام لا من الغيظ وجاء أن أبي موسى الأشعري قضي مع العمر المخطاب ومعه كاتب له نصرني فأعجب به عمر لما رأى من حفظه لما رأى من حفظه لما أعجب به عمر قال له كل كاتبك يدخل حتى يقرأ على الناس كتابا في المسجد فقال له إنه نصرني لا يدخل المسجد فانتهراه عمر وهم به وقال لا تأمنوهم وقد خوانهم الله الله أكبر ولا تدنوهم وقد أقصاهم الله ولا تعزوهم وقد أذلهم الله ولنم أعداء المسلمين فلا يؤمن أن يكتب ما يبطل به حقوقهم فعلى هذا لا يجوز أن يتخذ كاتبا فاسقا الثاني أن ذلك ليس بشرط بل هو مستحب وصحيح والأول ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتخذ الكاتبا كافرا أو نصرانيا بل ولا فاسقا ولا بد أن يكون عدلا تقيا نقيا عريفا وظاهرا مسألة المعجوز الحاكم أن يتخذ شهودا راتبين يسمع شهادتهم ولا يسمع شهادت غيرهم وقيل أن أول من اتخذ هذا إسماعيل بن أسحاق الملكي والدليل عاد لك على أنه لا يجوز قوله تعالى واستشهدوا شهدين إطلاق هنا ويبقى المطلق على إطلاق واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجالين فرجوا من رجالين ممن ترضونا من الشهدين فعما ونخص ولأن في هذا ضرر على الناس لأنه ربما لا يمكن الناس إشهادهم وربما إذا علم الشهود الراتبون أن الحاكم لا يقبل شهادتهم لا يتحملون الشهادة إلا بعوض فيؤدي إلى الضرر على الناس الصحيح أنه ليس له أن يتخذ شهدين راتبين بل من جاء للشهادة وقد توفرت فيه الشروط يقبلوا من ذلك سبحانك اللهم وربنا وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكرا للمشاهدة